السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلاً وسهلاً ومرحباً بكم طلابنا الأعزاء في مادة علم المواد واحد مع محدثكم الدكتور محمد عبد العزيز السلام في الجزء رقم 3 من الفصل الثالث هنتكلم عن الكريستال سيستيمز أو أنظمة البلوران في الحقيقة أنا قدامي ستة أنواع من الكريستال سيستيمز زي ما احنا شايفينهم دلوقتي أما اللي علي منا فدي أشكال لهذه الاسيستيمز زي ما هنتناولها واحدة واحدة أول حاجة عند الكيوبك سيستيم أي نظام المكعب طالما هو نظام مكعب لأن احنا اتفقنا أن اليون السيل هي عبارة عن وحدة هندسية بتتكرر طيب هذه الوحدة الهندسية لما تكون أبعادها متساوية وزواياها متساوية بالساوية 90 يبقى كيوبك سيستيم يعني نظام مكعب عندي سيمبل كيوبك وعندي الفيس سينتر الكيوبك وعندي البادي سينتر الكيوبك وهنتناول واحد واحد منهم بالدراسة والتفصيل السيسم الثاني اسمه تيتراجونال وده بيبقى عندي أضلاع القاعدة متساوية الايه ساوي البي لا يساوي السي يعني كأنه مكعب بس طالع لفوق شوية اللي هو تيتراجونال وزواياها كلها متساوية بالساوية 90 وبرضه عندي ثلاث أنواع منه عندي سيمبل تيتراجونال وعندي بادي سينتر تيتراجونال وعندي هيكساجونال طيب النوع الثالث اسمه أرسرومبك أرسرومبك عندي أضلاع غير متساوية وعندي زوايا متساوية بالساوية الساوي الساين يعني احنا نقدر نقول ان ده عبارة عن متوازي مستطيلات تمام؟ ادي عني منه السيمبل أرسرومبك وعندي البادي سينتر أرسرومبك وعندي الباز سينتر أرسرومبك وعندي الفيس سينتر أرسرومبك النوع الرابع اسمه رومبهيدرال ده عندي زوايا قصدي أضلاع وكلها متساوية ولكن زاويتين القاعدة كل الزوايا متساوية لكن ما بيستويش تساوية عشان كده مدين الشكل اللي أنا شايفه ده كأنه مثلا كل وجه منه عبارة عن متوازي أضلاع النوع الخامس اسمه منوكلينك عندي زوايا غير متساوية وعندي زاويتين منه بيستوي تسعين وما يستويش الزاوية الثالثة يعني بالضبط كأنه متوازي مستطيلات لكنه مايل شوية زي الشكل اللي أنا شايفه ده وفيه منه سيمبل منوكلينك وفيه منه بادي سينترد منوكلينك النوع الأخير اسمه تريكلينك وده عندي لا أطلاعه متساوية ولا زوايا متساوية بتسوي تسعين وده الشكل اللي أنا شايفه ده يعني هو يعتبر شكل عام